بيعتبر النسر من اخطر الطيور الجرحة اللي بتشكل خطر على معظم الكائنات عنده قدرة على قتل حتى الحيوانات اللي حجمها اكبر منه وفي بعض الاحيان بيهاجم البشر كمان النسر لما بيجوع مش بيفرق معاه اطلاقا نوع الضحية اللي بيهاجمها هو ببساطة هيهاجم اي فاريسة هيقدر يشيلها بمخلبه وبعد ما هيصطاد فارسته وهيمزق الجلد الخارجي للفاريسة بمنقاره وهيلتها من اللحم الداخلي بكل شراسة فحلقتنا النهاردة هنعرض لكم اشهر الحوادث المسجلة لهجمات النصور اعملوا اشتراك في القناة واعملوا اعجاب بالفيديو ويلا بينا نبدأ النسر ضد زئب النسر بيعتبر من اخطر المخلوقات اللي ممكن تشوفها في حياتك مش بيخاف من اي مخلوق حرفيا وعشان كده مش لازم نندهش لما نشوف النسر بيهجم على زئب ويفترسه لوحده في المقطع اللي قدام حضراتكم دلوقتي الزئب لما شاف نسر بيقرب منه بدأ يحس بالخوف وحس ان نهايته قربت وبدون اي تفكير بدأ يجري عشان يبعد عنه في اسرع وقت ممكن ولكن النسر كان اسرع منه بكتير طبعا وبالفعل تمكن النسر من استياض الزئب وقتله وبدأ يأكل منه وده على الرغم ان الزئب بيعتبر من الحيوانات المفترسة والمخيفة ولكن مع النسر الوضع مختلف النسر والاطفال الاطفال هيبت الله في الارض وزينة الحياة الدنيا ومستحيل نقدر نتخيل ان ممكن اي حاجة في الدنيا تصبهم بمكروه ولكن النسر لما بيجوع مش بيفرق معاه ولا بشر ولا حيوانات في مقاطع ندرة جدا ظهر فيها النسر هو بيهاجم الاطفال اثناء انشغال اهلهم عنهم وطبعا الاطفال للأسف ما كانوش قادرين يدفع عن نفسهم والنسر شالهم زيهم زي اي فريسة بيخطفها وطربيهم في الجو ولكن بيأشاء القدر وبيتم انقاذهم دايما على اخر لحظة بتعتبر الغزالة من اكتر الحيوانات اللي بيتم افتراصها من كل الكائنات تقريبا وعشان كده بتقضي وقتها كله عايشة في روع بدائم وعلى الرغم من ضخامة حجم الغزالة مقارنة بالنسر ولكن حجمها مش بيمنعه برضو من افتراصها في المقطع الحالي بيظهر لنا النسر هو بيهاجم الغزالة وبيشيلها من قرونها وبيمسكها بمخالبه وبيتربيها في الجو بكل بساطة وده على الرغم من وزنها اللي بيعتبر اكبر من وزن النسر بكتير نفس الموقف بالضبط ممكن يتكرر مع المعز الجبلي برضو هنلاحظ في المقطع ده النسر مسك المعزة بمخالبه وطربيها في الجو ولما حس ان وزنها هيبدأ يتقل عليه هيسيبها بكل بساطة من ارتفاع عالي جدا عشان تقع وتموت وهينزل يكمل عليها الجوم بعد ما تموت وهيفترسها بكل شراسة نسره ضد خنزير في المشاهد مرعب وفريد من نوعه رصدت كاميرات احد السياح نسر كان بيهاجم مجموعة خنزير برية لوحده كل الخنزير في المقطع هربه ومفضلش غير خنزير صغير هو اللي ملحقش يجري وطبعا النسر مش بيفرق ما بين صغير ولا كبير هجم النسر على الخنزير الصغير وقتلوا بكل شراسة لو شفت منظر الخنزير والنسر مسك وماشي بيه هو مقتول هتحس قد ايه النسر ده كائن خطير ولا يمكن الاستهانة بيه ده حتى كان فيه مشهد مسجل ليه وهو بيحاولي هاجم ضب عملاق انتو متخيلين جرقته ممكن توصل لايه نسر ضد تعبان التعبين بتعتبر من اخطر المخلوقات اللي بتخشاها كل الحيوانات تقريبا وعلى الرغم من خطورتها ولكنها بتعتبر الطعام المفضل للنصور هنلاحظ النسر بيخطف التعبان بمخالبه وبيتربيه في الجو بدون اي مقاومة تذكر تقريبا وحتى لو حاول التعبان يدفع عن نفسه او يلدغه هنلاحظ ان النسر بيفضل مكمل في طيرانه ومش بيهتم بهجوم التعبان اطلاقا وبيفضل طير به هو حي لغاية ما يلاقي مكان مناسب يقف فيه وبينزل بالتعبان وبياكله حتى من غير ما يقتله يعني الوقت اللي التعبان بيحاول يقرسه فيه هو بيكون بياكل اصلا يا طرق ايه اكتر مقطع عجبكم في حلقتنا النهاردة هستنى رأيكم تحت في التعليقات هستنىكم تكتبولي كمان عن اي موضوعات حابين نتكلم عنها في حلقتنا الجاية اما بقى لو اول مرة تشرفونا فياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات على الكل وده عشان يوصلكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول وياريت ما تنسوش كمان عمل اعجاب للفيديو وشيرلي مع اصدقائكم كان معاكم محمد جابر ونشوفكم الحلقة الجاية